العلاقات والدوال العكسية العلاقة هي مجموعة من الأزواج المرتبة أما العلاقة العكسية هي مجموعة من الأزواج المرتبة يمكن الحصول عليها عن طريق تبديل إحداثيات كل زوج مرتب للعلاقة ولاحظة مجال العلاقة يساوي مدى العلاقة العكسية ومدى العلاقة يساوي مجال العلاقة العكسية تكون كل من العلاقتين عكسية لأخرى إذا احتوت إحداهما على الزوجة لمرتب A و B احتوت الأخرى على الزوجة لمرتب B و A إذا كانت A تسوي 1, 5, 2, 6, 3, 6 و B 5, 1, 6, 2, 6, 3 فإن العلاقة هنا العكسية ستكون لها أما الدالة العكسية يرمز للدالة العكسية Fx بالرمز F-1 للإكس أو معكوس الدالة Fx إذا كان معكوس دالة يمثل دالة أيضا فإن الدالة الأصلية تكون متباينة أما إذا كانت غير متباينة فإن المعكوس لا يمثل دالة طبعا يمكن استعمال اختبار الخط الأفقي لتحديد ما إذا كانت الدالة متباينة أم لا نلاحظ هنا أن الدالة هنا متباينة معكوس الدالة يمثل دالة أما هنا نلاحظ أن الدالة ليست متباينة معكوس الدالة لا يمثل دالة سنأخذ الآن إن شاء الله خطوات إيجاد معكوس الدالة fx خطوة الأولى نعيد كتابة الدالة كمعادلة في المتغيرين x و y خطوة ثانية نبدل بين كل من المتغير في المعادلة y والمتغير x خطوة ثالثة نحل المعادلة بالنسبة للمتغير y الخطوة الرابعة نضع علامة f-1 للx أو معكوس الدالة fx y سؤال أوجد معكوس كل دالة مما يلي وبين هل يمثل دالة أم لا fx يساوي 2x نقص 5 نلاحظ أن الدالة هنا متباينة بعد ذلك fx نضع مكانها y يساوي 2x نقص 5 الآن نضع كل x بy وكل y بx إذن x يساوي 2y نقص 5 بعد ذلك نحل المعادلة بالنسبة ل y إذن الآن نجمع 5 للطرفين x زائد 5 يساوي 2y الآن نقسم على 2 الطرفين y يساوي x زائد 5 قسمة 2 الآن نشيل ال y نضع بدالها f-1 للx يساوي x زائد 5 على 2 إذن معكوس الدالة لا يمثل دالة دالة أخرى هنا الدالة ليست متباينة بعد ذلك نضع بدال fxy إذن y يساوي x تربيع زائد 1 الآن نذهب لل y نضع بدالها x نروح لل x نضع بدالها y إذن x يساوي y تربيع زائد 1 الآن نريد قيمة ال y نطرح 1 للطرفين إذن y تربيع يساوي x ناقص 1 الآن نريد ال y نجذر الطرفين إذن y يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي x ناقص 1 معكوس الدالة هنا لا يمثل دالة نأتي إلى التأكد من أن كل دالة عكسية للأخرى أم لا تكون كل دالة من الدالتين f و g دالة عكسية للأخرى إذا وفقط إذا كان تركيب كل منهما يساوي الدالة المحايدة x يساوي y يعني f تركيب g بين قصين x يساوي x و g تركيب f بين قصين x يساوي ماذا يساوي x سؤال إذا كان لدينا fx و gx هنا هل كل دالة مما يأتي دالة عكسية للأخرى أم لا نأتي أولا ب f تركيب g بين قصين x f تركيب g f الخارج و gx جوه بعد ذلك gx نضع بدالها thelf x ناقص 3 الآن نذهب للf نضع بدال كل x ب thelf x ناقص 3 بعد ذلك نوزع الثلاثة على الحدين إذن x ناقص 9 زائد 9 وبالتالي هنا يساوي x نأتي الآن ب g تركيب f بين قصين x g تركيب f بين قصين x يساوي g بين قصين fx الآن نذهب إلى fx ونضع بدالها 3x زائد 9 بعد ذلك نذهب إلى g ونضع كل x في الدالة g بـ 3x زائد 9 إذن thelf بين قصين 3x زائد 9 ناقص ثلاثة الآن نوزع الثلاثة على الحدين يساوي x زائد 3 ناقص ثلاثة وبالتالي هنا يساوي x إذن كل منهما معكوسا الآخر بالنسبة لf و g سؤال آخر إذا كان لدينا fx هنا و gx فهل كل دالة هي دالة عكسية للأخرى أم لا نأتي أولا بf تركيب g إذن f تركيب g يساوي f بين قصين gx بعد ذلك نذهب إلى gx ونضع بدالها 2 جذر x إذن الآن نذهب إلى الدالة f ونضع بدال كل x بـ 2 جذر x إذن 4 بين قصين 2 جذر x لكل تربيع وهنا يساوي 4 في 4x هنا يساوي 16x إذن هذا لا يساوي x وبالتالي بما أن f تركيب g لا يساوي x إذن ليس كل منهما معكوسا للآخر الملخص لدينا هنا الدالة العكسية يرمز للدالة العكسية للدالة fx بالرمز f-1x أو معكوس الدالة fx طبعا خطوات إيجاد معكوس الدالة أولا نعيد كتابة الدالة كمعادلة في المتغيرين x و y بعد ذلك نبدل بين كل من المتغير في المعادلة y والمتغير x بعد ذلك نحل المعادلة بالنسبة ل y بعد ذلك نضع بدل ال y علامة f-1 لل x